عقدت وزارة تجون الشباب ورياضة مؤتمر صحفيا الكشف عن تفاصيل مؤتمر الشباب الدولي التاسع الذي سيقام خلال الفترة من السابع والعشرين من الثاني والعشرين للسابع والعشرين من أبريل الجاري بمشاركة نخبة من شباب العالم وهدف هذا المؤتمر إلى تعريف الشباب بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيزهم وتشجيعهم عبر وضع الخطط المستقبلية القابلة للتطبيق وتعزيز ثقافة البذل والعطال لدى الشباب على وتنع تشجيع الشباب على بدء المشاريع والمساهمة في تنشيط اقتصاد الدول من خلال جذب واستغطاب الخبرات العالمية والشخصيات الفاعلة في المجالات المختلفة وإتاحة الفرصة أمام الوفود المشاركة من مختلف دول العالم لتقوية التواصل وروح الإبداع والتعاون فيما بينهم كما بيّن المؤتمر الصحفي طبيعة الشراكة التي تجمع بين مؤسسة تمكين ووزارة شؤون الشباب والرياضة الهدفة إلى تمهيد الطريق أمام الشباب البحريني للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة وربط تلك الأهداف بالشباب وسوق العمل ومشاركتهم في تنمية بلدانهم يعتبر المؤتمر الشباب الدولي التاسع الحقيقة هذه السنة بحيث أننا قطينا ست محاور من السبع تعاشمات أهداف التنمية المستدامة منها القضاء على الفقر، المياه النظيفة، الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل المناخي ركزنا على هذه الأهداف لأنها تعتبر من الأهداف الضرورية والرئيسية حاولنا نقطيها هذه السنة ونتمنى أن في الأعوام القادمة بإذن الله نقطي جميع الأهداف تم اختيار ستة أهداف هذا العام على أساس أن يتم فعلا الخروج بممادرات الخروج بأفكار يمكن تنفيذها في العام القادم والأعوام القادمة لتحقيق هذه الأهداف ليس فقط هذا فإن الأهداف 20-30 خريبة جدا من رؤية البحرين 20-30 جمع الشباب يتكلم عن الحاجات دي ده مهم جدا لأن الشباب هم أصلا أكبر ناس موجودين يستفيدوا منها مش بس لأنهم عندهم الأفكار لأنهم كمان من ناحية العدد 60% قال من 30 سنة 60% من الشعب قال 30 سنة على مستوى الدول منها البحرين أيضا فبالطبع أنت عايز تخطب الفئة التي سوف تستفيد والتي سوف تساعد لتحقيق هذه الأهداف موسيقى موسيقى شكرا